السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هل هناك معوقات تحول بيني كمعلم وبين تطبيق الألعاب في العملية التعليمية الألعاب التربوية الألعاب التعليمية يرد واحد يقول لك واحد الإدارة المدرسية وطريقة التعامل الجدول المدرسي وطريقة ترتيب المقررات وطبيعتها وكم المحتوى بتاع المقررات طبيعة الصفوف الدراسية وعدم وجود أماكن لممارسة مثل هذه الألعاب داخل الصف الأعداد الكبيرة جدا للأطفال داخل المدارس وبخاصة في المدارس الحكومية ما عندناش فلوس ما شاعد أكلف الطلبة كفاية اللي بيدفعوه كفاية اللي بعملوا ارتفاع تكاليف بعض الألعاب التعليمية صعوبة فهم الألعاب التعليمية أو بعض وكثير من الألعاب التعليمية أنا لسه أتعلم ولسه أتقولي ونعد نضيع في وقت والسنة هتخلص وفي الآخر إيه اللي استفدناه عدم مضوح المفاهيم التي تتضمنها بعض الألعاب التعليمية بسهولة هذه كلها عوامل وغيرها عوامل كتيرة جدا لو سألت حضرتكو عليها إن الألعاب التعليمية في النهاية لا تدرج ضمن أعمالية التقويم مفيش خلاص مع لهاش درجات والنظر إليها أنها نوع من التسلي أو تضيع للوقت النظر إليها على أنها نوع من النشاط ممكن يتأدى بعد انتهاء اليوم مدرسي وبالتالي غياب فهم طبيعة الألعاب التعليمية وأدوارها كلها عوامل تؤدي إلى صعوبة تطبيق الألعاب التعليمية السؤال اللي همني جدا في هذه المداخلة وهو دور المعلم في تطبيق الألعاب التعليمية السؤال ده ما دور المعلم في تطبيق الألعاب التعليمية دور المعلم والمتعلم فخلونا ناخد دوري أنا كمعلم دور حضرتك وحضرتك اللي بيتابع معايا الآن أولاً لازم المدرس زي ما بيعمل بحث ومتابعة لما تم كتابته يتابع لازم يجري دراسة للألعاب والجمع المتوفرة في بيئة التعلم إيه الألعاب اللي متوفرة عندي في الفصل إيه اللي ممكن أوظفه ليتحول إلى لعبة تعليمية مهم ده دوري أنا طيب إن أنا دوري أيضاً أن أخطط للاستغلال السليم للألعاب والمشاطات عشان أحقق أهداف تربوية تتناسب وقدرات واحتياجات المتعلمين اللي عندي دوري إن أنا أعرف اللعبة كويس وبعدين أعرف قواعدها للمتعلمين دوري كمعلم ودور حضرتك إنك ترتب المجموعات وتحجد الأدوار لكل متعلم أنت دورك موجه ومرشد للتلاميس أو متعلمين داخل الصف دور حضرتك لما يحصل لغط وفوضى وعدم فهم للتعليمات تتدخل وتعرف الأولاد تعليمات اللعب وتقدم المساعدة وتتدخل في الوقت المناسب إذن دورك مهم دورك إن اللعبة لما تخلص تقوم مدى فعالية اللعب في تحقيق الأهداف اللي تحطط في البداية دوري أن أحدد الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ اللعبة مش أي مكان هتروح تعمل فيه اللعبة الوقت والزمان والمكان ومدى استعداد المجموعة اللي معاك ومدى استعدادك إنت المتابعة وتركيزك هذه أدوار في غاية الأهمية أحباء الكرة يجب على المعلم أن يتقن اللعبة ويحدد نتائجها ونتاجها التعليمي قبل التنفيذ لازم أجربها وإلا يحصل إخطاء ويحصل ارتباك أثناء التطبيق فاللي بتنادوا بوجود تابلت بين يدي الأبناء تابلت شئ رائع وجميل ومهم زي الموبايل ما هو شئ رائع وجميل وفي أيدي الأبناء وبيشتغلوا عليه والله وعليه تطبيقات وبيعملوا جيمز وبيعملوا كذا وبيعملوا شات وبيتكلموا وبيدخلوا على جروبات على الواتس وعلى الفيس وعلى تويتر ويعني الناس الأطفال عارفين وبيعملوا حاجات أكثر من أهليهم يعني طيب انت حطيت مقرارات وحتحط اختبارات والواد هيدخل بيوزر نيم وباسورد طيب كويس أهو دربوا الأول عليها درب المدرس بتاعه اللي ما يعرفش أصلا يعمل كده وجرب ده في فصل دراسي في سنة من السنوات سنوات النقل العادية جدا وتيقن إن الشبكة وإن الإرسال وإن الإنترنت الذي يدعم هذا الأمر فعلا يؤدي دوره مع أعداد كبيرة والزحام على السيرفر وبعد كده بقى طبق أما التجربة تنجح إنما على طول كده يلا استنوا التابلت بعد شهر بعد شهرين خليه في الفصل دراسي يا الله التابلت واصل روح استنوا التابلت والله ما جاش الله شوية صغير النار طب تعالوا خدوا بقرة بتوع الشركة زهأنين وأرفانين ومتدايقين وأولياء الأمور متدايقين أكتر مفيش يا سيدي تعالى بكر يروح بكر وجي التابلت وحطوا الشريح يلا نجرب سقطت الشبكة حصلت مشاكل طيب وبعدين أنا دوري إيه كمعلم أحركتني وأحركت إقدارة المدرسة وعملت لنا مشاكل الأصل أحباء الكرام لتفادي الأخطاء والارتباك لابد أن نجرب ولابد للمعلم أن يتقن الآليات والأدبيات مهم جدا أن المعلم يمهد للعبة قبل الشروع في تطبيقها عشان يلاقي عنصر التشويق لدى الطلبة ويربط دايما اللعبة بالموقف الصفي المعلم بيقدم لطلابه شروط اللعبة بوضوح عشان يعمل جو من التنافس بين الطلاب المعلم لازم يبقى جاد جدا في تنفيذ اللعبة وعادل جدا في النتيجة لا يحبي أحد على حساب أحد لأن جزء من أدوار اللعب أنه يعلم الانتماء ويعلم الاحترام ويعلم التقدير يعزز المعلم الناتج التعليمي لللعبة بعدما الطلبة بتخلص هذا الأمر هذا دور المعلم أحباء الكرام دوري إيه أنا بقى كمتعلم المعلم وضح لي الأمور وبين للخطوات وطبق وعمل وتابع وقيم وأنا دوري أم أصغي للمعلم وقت ما بيقول لي قواعد اللعبة دوري إن أنا أتعاون مع زميلي في تنفيذ اللعبة ده المتعلم دوري أن أتحل بروح تقبل الهزيمة إذا تغلبت أبقى مبسوط وأم أسلم على زميلي زي ما بنشوف الملاعب وبنشوف المجتمع الغربي اللي بتغلب بيسلم على البتاعه ونشوف المدير الفني بيروح يعانق المدير الفني اللي تهزم أو اللي هز الغلب يعني مهم أين مكان بعد المباراة مباشرة خلاص ده جي منين من نمط التربية إنه يتعلم المتعلم أن لا ينافس زميله بشكل تصادمي ولكن بشكل تشاركي تنافس المحمود من الجميل المحافظ على أدوات اللعبة مش مجرد ما تنتهي نكسر ونعمل ونشخبط هذا الكلام كلام لا يجوز إذن ما بين أدوار المعلم التوجهية الإرشادية التطبيقية وبين أرواد أدوار المتعلم التطبيق القائمة على التنفيذ وقبل على الإصغاء والاحترام والتقدير المتبادل كلها أدوار في غاية الأهمية تحدثنا أحبائي عنها في تلك المداخلة لكي ننتقل إلى صلب الموضوع وجوهر الموضوع كل اللي فات ده إطار تنظيري عام مهم ولكن الأهم تطبيقات الألعاب التعليمية وده اللي هنحاول نشوفه مع بعض سويا إن شاء الله بفضل جهدك وبفضل تحضير حضراتك وبفضل مشاركتك ثم تنفيذ كل تطبيق مع الأبناء داخل الصف إن شاء الله نلتقي على خير في أمان الله